إلى حضر موت حيث تمكن فنان يمني من نحت كأس العالم بصورة غير متوقعة من الخشب ليبدو كصورة مطابقة تماما للكأس الأصلية في عمل إبداعي لقي إشهادات واسعة بعد أربعة أشهر من العمل المتواضع أنجز يعقوب هبشان الرسامة التشكيلي من مدينة تريم حضر موت تصميم ونحت من جذع الشجرة شبيها لكأس العالم لعام 2022 التي ستستضيفها دولة قطر مع عخذ الدقة في كل المقاييس التي صممها الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا بكل تفاصيله الدقيقة وأبدع في ذلك رغم الآلات والعدوات البسيطة التي استخدمها أهني نفسي وأهني الإسراء الكريمة وكل من سعى لنجاح هذا العمل طبعا في بداية الفكرة هذه حتى في 2018 قاص الخليج العربي من جذع الشجر من ثم في 2021 حتى قاص العرب من جذع الشجر والآن نجاح الفكرة هذه بناسبة صدافة دولة قطر الشبيقة نهايات قاص العالم من ثم جبت الخشبة هذه جبتها إلى عملي الخاص وانحتها بآلة القدوم والمنقب الحديد وآلة الجلخ هذا عمل كله استمر تقريبا من أربعة أشهر سخر هبشان موهبته وتفكيره في هذا الفن النادر بإمكانياته المتواضعة فعمل على إبراز نفسه رغم كل العوامل المحيطة به الغير مشجعة لكنه أدرك وأخذ عهدا على نفسه أن اليأس ليس له مكانا في حياته وجاءت هذه الفكرة امتدادا للأعمال السابقة التي أبدع فيها حيث قام بتصميم ونحط تمثال شبيها لكأس الخليج وكأس العرب من جذع الشجرة طبعا هدفي لهذا العمل يعني التزامن مع نهاية كاس العالم اللي بتقام في دول قطر الشقيقة لنشارك بهذا في المعارضة الدولية اللي بتقام في دول قطر نتمنى من أهل الاختصاص أن ينظروا إلينا ونشارك في هذه المعارضة والمثل يمن خير تمثيل واجهتني كثير من المعوقات أثناء العمل يعني أثناء منها الكهرباء منها بعض المواد التي لم أستطع أن نوفرها صعوبات كثيرة واجهت هابشان أثناء عمله كبعض المواد التي لم يستطع توفيرها حيث يتمنى من الجهات المسؤولة تقديم الدعم المادي والمعنوي حتى يعمل على تطوير قدراته ومهاراته وتمثيل الوطن في الداخل والخارج